أشكل عليه مسألة عدم الشهادة طبعا هذا في مذهب أهل السنة وجمعها عدم الشهادة لأحد بجنة أو نار وأيضا الحديث الآخر عندما مرت جنازة للنفس وسلم وقال وجبت فكيف يوفق المؤمن بين هذين الأمريين؟ حديث أنس الذي في الصحيحين وهو أن جنازة مرت فأثنوا عليها خيرا وثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال للنفس وسلم وجبت وجبت في الحالين أما الأول وجبت له الجنة وأما الثاني وجبت له النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه أخذ جماعة من أهل العلم أن من استفاض ذكره الحسن وشهد له الخلائق بالخير فإنه يشهد له بالجنة بناء على ما يكون من شهادة خلق الله له ووضع القبول له ومثلوا لذلك بأسماء من الأئمة والصلحة المعروفين الذين لهم نسان صدقا في الأمة فقالوا هؤلاء أطبقت الأمة على تزكيتهم والثناء عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه فيشهد لهم هذا الحقيقة يعده بعض أهل العلم ينضاف إلى من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه في الجنة من جهة أن الأمة لا تجمع على ضلالة فيكون كخبر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن الأمة معصومة من أن تشهد لمعين بجنة وهو على خلاف ذلك وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وعامتهم على أن من أثني عليه خيرا لا يخرج عن القاعدة أنه لا يجزم له بالجنة إنما يرجى له الإحسان من الله عز وجل فبماذا يجيبون على هذا الحديث؟ يجيبون على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ثناءهم بخير على ذاك فقال له الجنة فيكون قد أخبر وأقر ثناءهم على الآخر بسوء فقال هو في النار فيكون قد شهد له صلى الله عليه وسلم بناء على شهادة الأخيار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم فلا يخرج هذا عن ما ذكر من أنه لا يشهد معين بجنة ولا نار إلا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبخبره وبالتالي المسلك الرشيد الذي يلتأم مع ما جاءت به النصوص أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا ما جاء به الخبر عن المختار هل يضاف إلى ما جاء به الخبر عينا من شهدت لهم الأمة من أطبقت الأمة على أثنى عليهم غالبة الظن أنه من أهل الجنة فلو شهد له أحد بهذه الشهادة فإنه يرجى أن يكون قد دخل في عموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه لكن في الأصل يقتصر في ذلك على ما جاءت به الأخبار نعم نعم